السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جمعا ان شاء الله هنبدأ من البداية خالص ونعرف يعني ايه برمجة لو سمحت اي كلمة تظهر على الشاشة اكتبها على جنب وبعد الفيديو ما يخلص ابدأ ابحث عن كل الكلمات دي عشان تزود معلوماتك وعشان تبقى جاهز للفيديوهات اللي جاية البرمجة هي تديها للكمبيوتر عشان تنفز تاسك معين حضرتك عندك مهامة معينة محتاج الكمبيوتر لنفزها بتبدأ تكتب التعليمات بتاعتك وتديها للكمبيوتر وتقول له نفز ازاي الكلام ده بعد فترة بازن الله هتتعلم برمجة وتبدأ تنشئ اول بروجرام ليك عشان يساعدك في حياتك الطبعية انت دلوقتي بتقضي على الجهاز ساعات بتسرح وتنام وبتسيب الجهاز شغال وده ممكن يعمل مشاكل في الجهاز فانا محتاج اعمل برنامج بسيط يعمل للكمبيوتر عند وقت معين لو انا مسلا اعادت بعيد عن الجهاز ساعة مسلا اول حاجة بتدي له التعليمات عشان ينفز تاسك البرمجة ده بتقول له اول حاجة شيك على الكيبورد والماوس هل انا اعادت بعيد عنهم ساعة ولا لا لو ده حصل تمام تاني حاجة عندي في التعليمات انك تطلع عبادات كده على الشاشة يعد من عشرة او من تلاتين لحد صفر علشان يمكن انا قاعد على الجهاز وسرحان الحق الجهاز وما خلوش اعمل شات داون لو وصل لصفر نفس تالت خطوة في التعليمات انك تعمل شات داون للكمبيوتر وبا كده تمام مبروك عليك اول برنامج ليك جميل ازاي بتخاطب مع الكمبيوتر بكلمه يعني لا دلوقتي انت وصاحبك بتتكلمه باللغة العربية مثلا احنا عادين في مصر وبكلم صاحبي بنتكلم باللغة العربية اللي هي في مجموعة من الكلمات الكلمات دي بتكون اللغة بنستخدم الكلمات دي عشان نخاطب بعد جميل فاعلم البرمجة عندك لغة برمجة PROGRAMING LANGUAGE زي لغة التخاطب اللي انت بتتكلم صاحبك بيها عندنا شوية كلمات في اللغة العربية بنكلم بعض بيها عندنا كلمات في اللغة البرمجة بنستعملها عشان نخاطب الكمبيوتر الكلمات دي بتسمى ايه بتسمى السورس كود طيب وانت بتسمى ايه programmer بيكتب السورس كود الخاص بلغة برمجة معينة عشان يخاطب الكمبيوتر. قدام شوية هنعرف انواع لغات البرمجة وعددها وليه وازاي وكلام ده كله. عندنا بعض اللغات بتخاطب الكمبيوتر مباشرة وبيفهمها. وعندنا اللغات لازم يكون فيه وسيط بينهم عشان يترجم اللغة بتاعتك اللي انت بتكتب بيها دي للغة الكمبيوتر. الكود بتاعك اللي هو الكلمات اللي تستخدمها عشان تدي التعليمات للكمبيوتر بيسمى source code. بتحتاج الوسيط اللي هو compiler. الكمبيوتر بيحول السورس كود بتاعك ده لماشين كود او ماشين لانجوج عشان الكمبيوتر مش بيفهم الكود بتاعك ومحتاج الوسيط ده علشان يفهم اللي انت كتبته. ويبدأ ينفذ التعليمات بتاعتك. طبعا يا شباب كصة الكمبيوتر هنتكلم عنها بالتفصيل عشان دي عايزة قاعدة كبيرة جدا وما ينفعش في بداية الفيديوهات لانها حاجة جدا. بالمناسبة هي ممتعة جدا وهندخل فيها في البروسيسور ونعرف لغة الكمبيوتر وبيتعامل ازاي مع السفر والواحد والحاجات دي كلها فحاجة من الحاجات العظيمة جدا اوعيكو لما نوصل للفيديو ده هتتبستو جدا بازن الله. طيب. دلوقتي بقى لسه معرفناش برضو التعليمات اللي انا هكتب كلماتها بلغة برمجة معينة اوصلها ازاي للكمبيوتر عن طريق برنامج بيسمى تكست اديتور او اي دي اي. البرنامج ده بتبدأ تكتفيه كلمات الخاصة بلغة برمجة معينة والكمبيوتر يبدأ ينفذ التعليمات بتاعتك دي. بصة كده على الشاشة هتلاقيه على اليمين واحد بيقول لصاحبه وعلى الشمال انا بخاطب الكمبيوتر بلغة من اللغات عشان اقوله اتبع لي كلمة عشان تفهم بس الفكرة. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم. شكرا للمشاهدة